دخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره الحادي عشر بعد مرور ثلاثمائة وستة أيام على العدوان وذلك بالتزامن مع تواصل قصف واستهداف المنازل المأهولة وارتكاب مجازر جديدة وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على شمال قطاع غزة خاصة في بيت لهيا ومدينة غزة واستهدفت منازل أصفرت عن استشهاد وإصابة العديد كما فتحت آليات الاحتلال نيرانها على منازل المواطنين شرق مخيم البوريج وسط قطاع غزة وأغار طيران الاحتلال على مدينة دير البلح وسط القطاع وعلى شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع هذا وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى تسعة وثلاثين ألفا وستمائة وسبعة وسبعين شهيدا وواحد وتسعين ألفا وستمائة وخمسة واربعين مصابا مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرتين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية راح ضحيتها أربعة وعشرون شهيدا ومائة وعشرة مصابين دخل العدوان الإسرائيلي شهره الحادي عشر ولا جديد سوى مزيد من القتل والدمار يملأ أركان قطاع غزة يقابله مزيد من التشرزم والتخبط والتساع فجوة الاختلاف بين قيادات الاحتلال ففي شمال القطاع لا زال الطيران يعيث تدميرا واستهدافا لما تبقى من منازل يفترض أنها آمنة بحسب القانون الدولي ولا زالت مدفعية الاحتلال تشن هجماتها العشوائية على أنحاء المنطقة في بيت لاهيا وجباليا ومدينة غزة في شرقها وغربها حتى حدود محور نتساريم الذي يفصل الشمال عن الجنوب ليترك الاحتلال كما المجاعة التي تضرب المنطقة المزيد من الشهداء والمصابين وفي وسط القطاع خاصة في مخيمي النصيرات والبريج لم يختلف الوضع كثيرا سوى إطلاق نار كسيف على المارة في أطلال ما كانت تسمى بالشوارع فهناك طائرات دون طيار تستهدف كل ما يتحرك على الأرض وآليات قابعة تطلق نيرانها بعشوائية تامة دون هدف محدد سوى بث الرعب والقتل أما جنوب القطاع خاصة في مدينتي خان يونس ورفع الفلسطينية فهناك الوضع بات أسوأ بكثير نظرا لتكدسهما بنازحين فوق طاقة المكان ليصبح ما يتم تداوله هناك ليس قصف المنازل فحسب بل قصف خيام النازحين خاصة في منطقة المواصي غرب خان يونس بينما لا زالت قوات الاحتلال تواصل عمليتها العسكرية في مدينة رفع الفلسطينية وضع وثقته الأمم المتحدة بالتأكيد على أن القصف والعدوان لا زال مستمرا في قتل الفلسطينيين وإصابتهم وتشريدهم مع تدمير البنية التحتية بل وثقت تعرض مدارس تؤوي نازحين بشكل يومي للعدوان كان آخرها سلاسة مدارس خلال سمانية وأربعين ساعة الماضية وهو ما يستوجب بحسب الضمير الإنساني قبل القانون الدولي أن تتم محاكمة قادة هذا الاحتلال الذي يقتل دون رقيب أو خوف من عقاب ليصبح المجتمع الدولي في نظر مسؤول هذا العدوان الغاشم بالاعتبار فلا رد فعل لديهم حتى لحفظ ماء الوجهة ترجمة نانسي قنقر